الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان صلاة التطوع بعنوان صلاة التطوع وقبل الشروع في الدرس كما تعودنا نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تذكر أنواع صلاة التطوع أن تذكر أنواع صلاة التطوع وأيضا أن تفرق بين السنة الرواتب والنوافل المطلقة وكذلك تبين حكم صلاة الوتر وأيضا توضح صفة صلاة الوتر وكذلك تذكر الأسباب المعينة على أداء صلاة التطوع فهذه جملة من أهداف درسنا لهذا اليوم وهي ما سنشرحه في أثناء الدرس فهد منك أن تحذر الكتاب والقلم لكي تدوم ما تريد تدوينه في أثناء الدرس افتح الكتاب على درس هذا اليوم وهو صلاة التطوع صلاة التطوع لصلاة التطوع أنواع ومن هذه الأنواع من أنواع صلاة التطوع هنا من أنواعها السنن الرواتب وأيضا الوتر وهي ما سنتناوله في أثناء هذا الدرس فهناك فرق بين السنن الرواتب وأيضا الوتر كما سنوضحه بعد قليل إذن السنن عموما أو صلاة التطوع عموما هي أنواع كثيرة ليست بهذين النوعين فقط وإنما هي لها أنواع كثيرة لصلاة التطوع لصلاة التطوع فهناك صلاة تسمى صلاة الضحى وكذلك هناك من بعض الصلوات الأخرى ينبغي للطالبي أن يحفظها وأن يدرك أن هناك صلوات أخرى غير سن الرواتب وغير أيضا صلاة الوتر وأيضا غير صلاة الضعف فهناك عدة أنواع لهذه الصلوات وهي من السنن كذلك المطلقة مثلا سنة الطواف هذه من السنن ومما يتطوع به المر في أثناء عمرته أو حجه فهذه أيضا من السنن كذلك هناك من السنن مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذه أيضا سنة الدخول للمسجد فهذه أيضا من السنن فهذه عدة صلوات وهي من صلاة التطوع فيجمعها كلمة صلاة التطوع فلها أنواع لكن ما سنتناوله في هذا الدرس هو هذا النوعين هذين وهما سنن الرواتب وكذلك صلاة الوتر أولا السنن الرواتب ما المقصود بهذه السنن؟ السنن الرواتب يقصد بها كما جاء موضحا في هذا الحديث أولا هما عددها اثنى عشرة ركعة اثنتا عشرة ركعة اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات موضحة في الحديث وحديث أمي حبيبة تفعل مع الصلوات المفروضة نلاحظ أنها قرينة الصلاة المفروضة نلاحظ عندما إما أن تكون قبلية أو تكون بعدية أو ما تكون قبلية أو تكون بعدية ويوضح هذا الحديث هو حديث أمي حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة وبيّن بيّن في هذا الحديث ما هي هذه الصلوات وهي السنن الروات أولا أربعا قبل الظهر أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها الآن كم العدد؟ ست ركعات الآن ست ركعات وركعتين بعد المغرب وصلنا إلى العدد ثمانية وركعتين بعد العشاء وصلنا إلى العدد عشرة وركعتين قبل صلاة الفجر وهي الآن بذلك وصلنا إلى عدد اثنت عشرة ركعة وهما تعتبر هذه هي السنن الرواتب ما الفضل المترتب على من يحافظ على هذه السنن السنن الرواتب ما الفضل المترتب على ذلك أن الله يبني له بيتا في الجنة فعلى المسلم أن يواضب على هذه السنن الرواتب وأيضا يفعلها وأيضا يتذكر هذا الفضل فهو الذي يرغبه ويحث على هذا العمل الصالح وهو أن الله يبني له بيتا في الجنة إذن من يذكرنا ما هذه الركعات في الصلاوات المفروضة الخمس في السنن الرواتب أحسنتم أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها بذلك أصبحت ستا ثم ركعتين بعد المغرب فتعتبر ثمانية وركعتين بعد العشاء وبذلك نكون عشر وركعتين قبل صلاة الفجر وبذلك نكون اثنتين اثنت عشرة ركعة وهي السنن الرواتب فإذن هنا يفرق بين هذه السنن الرواتب وبين السنن المطلقة السنن المطلقة السنن المطلقة ربما الإنسان وجد في نفسه نشاطا فيريد أن يصلي في غير أوقات النهي فمن ذلك أن يصلي بعد صلاة الظهر يتنفى لله ويصلي وأيضا ربما يريد أن يصلي بعد صلاة المغرب فيكثر من الركعات فأيضا ينال بذلك أجرا فإكثاره من هذه الركعات وإكثاره من هذه الصلاوات هذه من السنن المطلقة من السنن المطلقة بخلاف هذه السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حضره بخلاف السفر فإنه كان لا يصلي هذه الصلاوات أدى هذه الركعات أدى ركعتي قبل الفجر الركعتين قبل صلاة الفجر فإذن هذه السنن الرواتب ينبغي للمؤمنين أن يحافظ عليها لأجل أن يدرك هذا الفضل الكبير لأجل أن ينال هذا الفضل الكبير وهو أن يبني الله له بيتا في الجنة إذن هذه السنن الرواتب تفعل مع الصلاوات المفروضة تفعل مع الصلاوات المفروضة إذن ينبغي للمصلي عندما ينتهي من صلاة المفروضة وينتهي من الأذكار أن يسارع إلى هذه الصلاة إن كانت من السنن البعدية وإن كانت قبلية فإنه يأتي إلى المسجد مبكرا لكي يصلي هاتين الركعتين أو يصليها في بيته أو يصليها في بيته فإذن هذه السنن الرواتب هي إثنة عشرة ركعة تفعل مع الصلاوات المفروضة وبينا أن هذا الحديث وهو حديث أمي حبيبة رضي الله عنها قد بيّنت ما هذه السنن الرواتب في هذا النشاط أقرأ الحديث وأستخرج منه السنن الرواتب وأكتبها في مواضعها السنة التي قبل صلاة الفريضة السنة التي بعد صلاة الفريضة في صلاة الفجر هل هي سنة قبلية أو سنة بعدية هي سنة قبلية فتصلي ركعتين قبل صلاة الفجر كما موضح في الحديث السابق الظهر ذكرنا أنها أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فتعتبر هنا أربعا وهنا ركعتين أما العصر فليس هناك سنة راتبة لا قبلية ولا بعدية أما المغرب فركعتين بعد المغرب أحسنتم أما العشاء فنقول أنها ركعتين بعد العشاء ما الصلاة التي ليس لها سنة راتبة ذكرنا قبل قليل وهي أنها صلاة العصر ما جزاء من حافظ على أداء السنة الرواتب ذكرنا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أن الله يبني له بيتا في الجنة ولابد أن تفكر أن هذا أن الله يبني لك ليس كبناء ما يوجد في هذه الدنيا وإنما هو من بناء الله عز وجل أن الله يبني لك هذا البيت ويجازي لك هذا العمل الصالح الذي فعلته في هذه الدنيا فهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى لعباده المواظبين على هذه السنة الرواتب هنا سؤال لا بد أن نفهمه أو ما هو الفرق بين السنة الرواتب والنوافل المطلقة ما الفرق بين السنن الرواتب والنوافل المطلقة بينا قبل قليل ما هي السنن الرواتب السنن الرواتب تؤدى قبل الصلوات المفروضة أو بعدها أما النوافل فتؤدى في أي وقت تؤدى في أي وقت إلا في الأوقات المنهية عن أداء النوافل فيها مثل بعد صلاة العصر مثل بعد صلاة العصر فإذا هذه النوافل المطلقة ولنقول مثلا أن الإنسان بعد طلوع الشمس أراد أن يتنفل ويكثر من الصلوات فإنه له ذلك عدا أوقات النهي عدا أوقات النهي ثم إنه بعد صلاة الظهر بعد أن أدى السنة الراتبة في المسجد أو في بيته أراد أن يكثر من النوافل المطلقة نقول له ذلك فهذه سنة مطلقة فهذه سنة أو نوافل مطلقة كذلك أول نقول الآن بعد صلاة المغرب بعد أن أدى هذه السنة الراتبة أراد أن يتنفل ويكثر من الطاعة لله سبحانه وتعالى أيضا هذه تعتبر من النوافل المطلقة من النوافل المطلقة إذن ما الذي لا ينبغي له أن يكثر فيها من النوافل هي في الأوقات النهي مثل ماذا؟ مثل بعد صلاة الأصر فلا يجوز له أن يتنفل ويكثر من الصلوات النوافل لأنها مما نهى الشارع عن الصلوات في هذا الوقت أحرص على أداء السنة الراتبة اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر من الله تعالى وطلبا من أجر من الله تعالى وذكرنا الفضل الكبير الذي يحصله المؤمن عندما يواضب على هذه السنة الراتبة وهو أن الله يبني له بيتا يبني له بيتا في الجنة صلاة الوتر هذه الصلاة التي تؤدى ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تؤدى ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر هذه تعتبر من صلاة الوتر أقلها ركعة أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة فإذن هذه صلاة الوتر ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وأن لا يدعها وأن لا يدعها لا في سفر ولا في حضر لا في سفر ولا في حضر وهذه الصلاة وقتها ماذا؟ وقتها ماذا صلاة الوتر؟ هي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة ما حكم صلاة الوتر؟ ما حكم صلاة الوتر؟ كما موضح عندكم في الكتاب حكمها سنة مؤكدة بمعنى أنها تتأكد على المؤمن أنه يفعل هذه السنة ويسنة صلاة الوتر ولهذا الحديث الوارد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة انظروا إلى الوصية العظيمة وهي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما هي هذه الثلاث؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأيضا وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام هذا لمن لا يطمع أو أنه لا يستطيع أنه يستيقظ في آخر الليل وإلا فهو الأفضل أنه يوتر في آخر الليل ويكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى فإن لم يستطع فإنه يأخذ بهذه الوصية قد ينام لا يستطيع أنه يستيقظ في آخر الليل فإنه يوتر في أول قبل أن ينام كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فإذن أخذنا من هذه الوصية أنها سنة مؤكدة أنها سنة مؤكدة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فينبغي لنا أن نحافظ عليها وقتها من فهمي لتعريف صلاة الوتر أحدد وقتها يبدأ وقتها من بعد صلاة ماذا؟ من بعد صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر هذا هو وقت هذه الصلاة وهي صلاة الوتر هذا هو وقتها صفتها يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم وهكذا ثم يختم بركعة واحدة ويسلم هذه هي صفة هذه الصلاة وأكثر الوتري إحدى عشرة ركعة وأقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين ويشرع الدعاء وبدأ الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة بمعنى أنه بعد أن يوتر بعد الركوع بعد أن يقول ربنا ولك الحمد ثم يرفع يديه وأيضا يشرع له الدعاء في هذا الوقت ويسمى هذا الدعاء دعاء القنوت دعاء القنوت وله أن يدعو بما شاء وينبغي أن يحرص على الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماذا؟ مثل هذا الحديث الوارد وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما عطيت وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من عليك ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعليه هذا الحديث أيضا ينبغي لك أن تحفظه وأن تقوله في قنوتك في هذه الركعة وهي ركعة الوتر من فواد صلاة الليل وتر من هذه الفواد أنها من أسباب محبة الله للعبد وتوفيقه في الدنيا والآخرة كذلك أنه يحصل الأجر من الله سبحانه وتعالى كذلك قربه من الله سبحانه وتعالى قربه من الله سبحانه وتعالى أيضا من ذلك أنه يراجع القرآن في أثناء صلاته بالليل وغير ذلك من الفواد التي يحصلها الذي يقوم من الليل ويصلي الأسباب المعينة على داء صلاة التطوع أولا المحافظة على داء الصلاة المفروضة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع أيضا معرفة الجزاء المرتب على صلاة التطوع عندما تعرف الجزاء الذي يرتبه الشارع على هذا العمل الصالح فإنه تدعوك نفسك إلى المسارع والمسابق إلى هذا العمل الصالح معرفة أثر النوافلي في جبر النقص في الفرايض أحرص دائما على الوتر اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر من الله تعالى في أسرة التقويم ما المقصود بصلاة التطوع أريد منك أن تجيب على هذا السؤال السؤال الثاني أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر على هذه العبارة الصحيحة أم خاطئة القنوة يطلق على الدعاء الذي يكون في صلاة الوتر هل هذه الإجابة الصحية أم لا السؤال الثالث أختاروا الإجابة الصحية فيما يأتي السنة التي تفعل مع الصلاة المفروضة هي هل هي السنة الرواتب أم بقية النوافل صلاة الوتر هي واجبة أو سنة مؤكدة وضحنا ذلك في درسنا الصلاة التي ليس لها سنة راتبة صلاة ماذا هل هي العصر أم المغرب أريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة فيما شرحنا قبل قليل وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين